أطلقت منظمة الأغذية وزراعة الفاو وزارة البيئة مشروعاً لزيادة كثافة زراعة الأشجار الحرجية والمدن الخضراء مشروع زيادة كثافة زراعة الأشجار الحرجية والمدن الخضراء مشروعان جديدان أطلقاً ضمن ورشة عمل تعريفية تبين الدورة الكبيرة لإهمية دعم الغطاء الحرجي في الأردن وتعزيز دوره سيما وأن تحديات كبيرة تواجه قطاع الأشجار الحرجية على رأسها التحديات المائية تتحدث هذه الورشة عن التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في مواضيع علاقة بالمدن الخضراء بالإضافة إلى مشروع آخر تطوير سلسلة الخروب وهو من المحاصيل الحرجية الاقتصادية الورشة تشكل منصة للحوار وتبادل المعرفة من خلال مشاركة الخبرات والتجارب المختلفة واستخدام أفضل نظم الأيكولوجية واستخدام المياه غير التقليدية في الزراعة شاريع تساهم في التنمية الريفية تساهم في زيادة المساحة الخضراء ولها أثر كبير على البيئة وزيادة الغطاء الزراعي توفير بيئات طبيعية وزراعية حقيقية للغطاء الحرجي ضمن إمكانيات غير تقليدية واحدة من التوصيات التي خرجت بها الورشة لضمان زيادة كثافة هذا الغطاء بعيدا عن مشكلات المياه التي تواجه المملكة وتحبط خططها أو تحد منها مجد القصير المملكة عمان ومعنا ممثل منظمة الفاو في الأردن نبيل عساف صباح الخير سيد نبيل وأهلا وسهلا فيك معنا بصباح المملكة نتحدث عن مبادرة المدن الخضراء بشكل عام وما هو الهدف منها نعم مبادرة المدن الخضراء هي مبادرة أطلقتها منظمة الأهزية وزراع عام 2020 وتهدف إلى تحسين وتطوير النظم الغذائية في المدن وتطوير سبل العيش في المدن بشكل عام لكي تكون مدننا مكان أفضل للعيش بطريقة مستدامة خضراء تحافظ على التنوع البيولوجي وتكون مناسبة للمواطنين الذين يسكنون فيها الهدف منها أنه ينضم بحلول عام 2030 ألف مدينة عبر العالم لهذه المبادرة التي أطلقتها منظمة الأهزية وزراعها نعم ولكن يعني أكيد بالطبع هناك تحديات بموضوع المدن الخضراء خاصة ببعض الدول العربية بالنسبة للغرب يمكن هم فعليا يعني مدن خضراء من الآن ولكن عندنا مشكلة بموضوع المدن الخضراء بالعالم العربي يعني وخاصة بالمناطق التي تعاني من ندرة المياه نحن في عنا مشكلة تأمين الخدمات والخدمات المستدامة يعني بالمدن الخضراء المساحات بالمدن بشكل عام ومدننا هناك مشكلة بإنشاء مساحات خضراء وصيانة هذه المساحات الخضراء هناك تحدي المياه التأقلم والتكيف مع الظروف المناخية هناك زراعة الحضرية زراعة الشبه حضرية يعني كيف ممكن أن تكون لكي نؤمن الغذاء ونظم غذائية مستدامة للمدن مثل ما نحن بنعرف التحدي الكبير عبر العالم هو أنه هناك زيادة لعدد السكان في المدن ولابد من أن تكون هناك زيادة واستدامة للخدمات في هذه المدن لكي تبقى أماكن حضرية مستدامة وقابلة للعيش بشكل يعني لزيادة الرفاهية والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي مثل ما ذكرنا وهناك مثل ما ذكرنا أولاً لابد أن نحافظ على التنوع البيولوجي لابد أن تكون المساحات الخضراء تخدمنا لكي تخفف من وضع زيادة الحرارة والاحتباس الحراري ولابد أن يكون هناك مساحات خضراء للترفيه غبات ترفيهية مساحات خضراء للأطفال حضائق وإلى ما هنالك نعم طب بالحديث عن العمل على المدن الخضراء نتحدث عن الوضع عنا بالعالم العربي وتحديد عنا الوضع بالأردن ونحكي أكثر عن وين صارت هذه المبادرة وكم من الوقت بدها راح تاخد نحن لدينا الآن مشروع عالمي ممول من الحكومة الإيطالية ووكالة التعاون الإيطالي يهضف إلى تعزيز وأندمام بعض المدن في العالم في منطقتنا في شمال أفريقيا والشرق الأدنى هناك تونس مدينة تونس العاصمة وهناك مدينة عمان وسوف يكون هناك مدن متوسطة للحجب التي سوف تشمل هذه المشاريع ولكن بالأردن مثل ما ذكرنا هناك عمان والهدف من هذا المشروع هو إعادة تأهيل حضائق للأطفال وزراعة السقوف الخضراء جرين روف يعني أن يكون لدينا هناك زراعات في الأسطح المباني وهناك أيضا تطوير لزراعة الحضرية مثل الزراعات المائية والهايدروبونيك وأيضا تطوير لزراعة في المناطق الشبهة حضرية حول المدن إذن هذه المبادرة بالنسبة للأردن نحن نعرف بأن تحدياتنا كبيرة في المدن وبالإضافة أيضا ما أود أن أشير له وكنا قد عملنا بهذا الإطار على بعض الحضائق النباتية في المدن والتي هي هدفها زيادة التنوع البيولوجي والحفاظ على بعض الأصول الوراثية الأردن عنده تجربة جيدة في هذا الموضوع أمانة عمان عندها تجربة جيدة أيضا في زراعات وزيادة مساحات الخضراء وصيانة مساحات الخضراء في ظل أكيد ندرة المياه في ظل أكيد تطوير وزيادة الوعي لدى المواطنين على أهمية وصيانة هذه المساحات الخضراء ولكن يبقى التحدي الأكبر هو إضافة ولو بسيطة فيما يتعلق بتأهيل الحضائق بشكل عام لكي تكون أولا لا تستهلك مياه تستهلك مياه مع تدويرها وأيضا أن يكون لدى المواطن زيادة الوعي والحس فيما يتعلق بزراعات المائية والمحافظة أكيد على هذه المساحات التي هي موجودة من أجل خدمته بشكل عام هذا بالنسبة لمشروع المدن الخضراء أيضا هناك مشروع آخر وهو زراعة الأشجار الحرجية نعم الأردن لديه استراتيجية ولديه خطة لزيادة المساحات الحرجية نحن نعرف كم هو التحدي زيادة المساحات الحرجية إن من ناحية اختيار الأصناف وإن من ناحية صيانة هذه الأشجار التي تتطلب بظل ظروف تغيرات المناخية تتطلب صيانة أكثر وتتطلب حماية من الرعي وإلى ما هناك حماية من التعديات الفكرة هي أن نأتي بأصناف تنتج ولديها انتاجية عالية القيمة هنا الفكرة هي أن نزرع هذه الأصناف التي يمكن صيانتها والحفاظ عليها من ضمن هذه الأشجار التي ونود أن تكون هناك زيادة لمساحتها هي شجرة الخروب شجرة الخروب هي شجرة مقاومة لجفاف مقاومة للملوحة تناسب بشكل جيد جدا في بيئة الأردن يعني حتى هناك بعض الأشجار مزروعة من هذا الخروب في منطقة الكارك اللي بدي أقوله أنه هي منتجة عالية القيمة وأثبتت الأبحاث الأخيرة أن هناك استعمالات مهمة جدا طبية واستعمالات كغذاء واستعمالات كمتمم غذائي بالإضافة إلى استعمالاتها كبديل للشوكولات فبالتالي هي راح تفيدنا بأكثر من نعم هي الفكرة أن زراعة هذه الأصناف سوف يتم سياناتها والعناية بها وسوف تأتي بالمردودية والمربحية حتى للمواطن الذي يريد أن يزراعها أو حتى إذا زرعت بهدف خدمة النظم الإيكولوجية والخدمات البيئية التي تؤمنها من الظل من الحماية الطربة ومن زيادة الحفاظ على المياه وزيادة نسبة تسرب المياه إلى المياه الجوفية من أجل أندونيها وإلى ما هنالك نعم طب بهذا المشروع بالتحديد اللي هو زراعة الخروب كم شجرة من المفترض ضمن هذا المشروع يتم زراعتها وبأي أماكن ومناطق بالأردن؟ نعم هو سوف يستهدف المناطق التي هي من عمان وشمالا البيئة التي ينبت فيها شجرة الخروب هذه الشجرة التي تنبت فيه نفس البيئة التي ينبت فيها شجر الزيتون يعني إذن هناك إيجابية لهذا الموضوع هو أنه الهدف هو زراعة ألف دنم ولكن الأكيد الموضوع هو أن يكون هناك شتول نحن كنا عبر مشاتل وزارة الزراعة في مشاريع سابقة أنتجنا شتول والآن إن شاء الله سوف نزيد من زيادة من إنتاجية هذه الشتول ومن بعد سوف يكون هناك نوع من تدريب على تركيب هذه النباتات لكي تكون منتجة ممكن زراعتها في البساتين عند المزارعين وبالإضافة إلى الحفاظ على الأصول الوراثية في النظم الإيكولوجية الغابية بشكل عام اللي بدي أشير لأله هو أنه الهدف من هذا المشروع هو أيضا التطوير وجذب الاستثمار فيما يتعلق بالتحويل يعني نحن حاليا معلوماتنا حول هذه الشجرة يعني مؤخرا كانت هناك أبحاث أثبتت بأن هذه النبتة منتوجها له قيمة عالي جدا هالقيمة هذه مثلا من سنتين بقدر أقول كيلو الخروب الرون كانت سعرها دولارين في السوق العالمي يعني المزارع يبيع للكيلو الخروب هذا المنتوج بدولار في المزرعة هلأ الآن خف سعره شوي ولكن بما أنه هذه الشجرة هي تعتبر كمان بديل للكاكاو وبس بدي أعطي فكرة هيك أنه من سنة ونص سعر طون الكاكاو كان 2500 دولار الآن في السوق العالمي عشر تلاف دولار مما سوف يدفع المستثمرين إلى الاستثمار في البدائل ومن ضمن هذه الشجرة ومن هون نحن عم نحاول نعمل شركات مع القطاع الخاص لكي يأخذوا يعني بعدين المبادرة ويدخلوا في الاستثمار ويعني نأمل أن يكون للأردن دور في أن يكون هناك مصانع تحويلية لهذه النبتة نعم والاستفادة من كل المبادرة ويكون لديها دور إقليمي لأنه ممكن شراء أيضا المحصول من دول أخرى وتحويله هون وتصديره شكرا لك سيد نبيل عساف ومثل منظمة الفاوف في الأردن يعطيك الفاوف شكرا لكي